السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جماعة مع فيديو جديد. هو في فيديو اه غراء اليوريا فورمالدهايد او غراء المجبس الحراري. غراء المجبس الحراري ده بيستخدم في اه لزق اه على الخشب. وبيستخدم في تصنيع الخشب الامتي اف. او الخشب الحوايبي. طبعا بيتخلط مع المصلب. بعد كده بتخلط بنسب مع نشرة الخشب او بذرة الخشب المطحونة. بنسب معينة. وبيتحط في اوالب وبعد ما يتحط في اوالب يتحط في المجبس. المجبس اه بتبقى يتحط في مية وعشرة. من مية لمدة خمس دقايق او عشر دقايق. لتكفيش الآلب. على حسب تخانة الآلب ومساحة في الفتحة بتاعته. فالغراء بيستخدم اه في اه اه ايضا او تصنيع الابلكاش. اه طبعا بتيجي الاخشب. اه وبعد كده المكنة بتبريها وبعد ما تبريها اه بتاخد اه الاشور بتاعت الخشب وبتتجفف لتصل لدرجة رطوبة معينة. بعد كده اه بعد ما تصل لدرجة رطوبة معينة بيتم اه تجميع اه القشور او رقاقات الابلكاش. اه ويتم كبسها من خلال اه مجبس من خلال اه مجبس هيدروليكي. اه بيستخدام الغيرة دي مع اه نسبة المصلب بتاعتها اه مع قليل من الدقيق. وبعد كده بيتم اه فرد اه رقائك الابلكاش دي في اه اه في المجبس في سجاء 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 من المجبس ليتم ليتم اه تكفيفها يتم تكفيفها اه في اه درجة حرارة من مية لمية وعشرة في المجبس على حسب اه مواصفة كل منتج اه سيتم انتاجه اه من اه خلال المجبس غير اليوريا في المالدهايد من الغراءات المشهورة جدا في اه لازق الاشرة او تصنيع الام دي اف او اه تصنيع الابلكاش اه رقائك الابلكاش وكزا او الخشب المضغوط او المجبوس بانواعه فلذلك بيتم ذلك بيتم ليتم الاستعانة بغير اليوريا في المالدهايد في تصنيع في اه تصنيع اه المجولات الخشبية اه اه بيتميز بيتميز غير اليوريا في المالدهايد بالكسافة الكسافة بتاعتها اه الجيدة بالاضافة ان هي خفيفة بتدي اه منتج خشبي اه قوي جدا وخفيفة الوزن اه وتقدر تعتمد عليه وتقدر تعتمد عليه في اه تصنيع المنتجات الخشبية بشكل اه اه بشكل دائم اه طبعا اه صلاحية الغيرة من المفروض ان هي بمفروض ان الغيرة بعد التصنيع بتستخدم فيه خلال من فترة في الشتاء في خلال فترة شهر وفي الصيف في خلال فترة عشرين يوم يعني مفترض ان انا بستخدم بغيرة فريش اينفعش ان انا خزانها عندي لان لو تخزانت غراء اليوريا في المالدهايد عندي بي اه بتنشف او التفاعل بتاعها بيكون بيكون نهايته انه بيكون اه الميلامين فورمالدهايد او اه نوع من الراتينجات الغير قابلة للزاوبات فلزلك دايما اه مصنع غيرة اليوريا فورمالدهايد بنصحوا اه العملاء باستخدام اه الغيرة خلال فترة معينة وانهم ما ينفعش انهم يخزنوا اه الغيرة بشكل دائم لانها غيرة بتحتاج اه مصلب بالاضافة ان اه ان ان التفاعل اه داخل الغيرة نفسها بيكون نشط لذلك ما ينفعش ان انا اخزن كمية غيرة كبيرة عندي فلازم اخد على قد الشغل بتاعي اه بحيس اه اه اخد اه غيرة دايما فرش واخد نتيجة ممتازة من خلال اه خلال المجبس او من خلال اه استعمال غيرة فرش اما لو انا خزنتها وتراكنت فترة فا اه ده اه لو نشفت عندي في الخزان او في التانك ما بقدرش اه تقدرش تعمل ريسايكلينج لها اه ولكن المصنع الوحيد هو المصنعين الغيرة اليورية في المالضايد هما الناس اللي يقدروا يعملوا اه ريسايكلينج للكنية الغيرة ولكن بتتبع عملاء معقدة ولذلك اه دايما بننصح ان اه اه الناس اللي بتستعمل اه غيرة اليورية في المالضايد تستعمل الغيرة فرش او ما تخزنهاش اكتر من اسبوعين عندهم اه علشان ما تبوصش عندهم اه في مصنعين كتير موجودين في مصر الغيرة اليورية في المالضايد ولكن بيتفاوت بينهم اه الجودة كوي كسافة المنتج ومساحة السطح اللي انا ممكن اقدر افردها. اه فدي بتفرق من منتج للتاني. هل المنتج اه الكسافة بتاعته جاية لي ينفع ازوده مية او ما ينفعش ازوده مية وهكزا فهنا بتفرق مع العميل في انه لو هيقدر يزود مية تاها يكون اكسب ليه. ولو مش هيقدر يزود مية ايبا ازا هو هيستخدم الغيرة بالشكل ده. وده على حسب توصيات الايه المصنع للغيرة. فالغيرة بتختلف من مصدر للتاني على حسب الكسافة بتاعتها. اه هل الغيرة فيها لزوجة او ما فيهاش او اه تقدر تستخدمها مباشرة او متستخدم او اه تخفاها. اه على حسب اه كل استخدام او كل تطبيق للغيرة. اه بيتم اه فرمالة الغيرة على بعد. يعني نعمل الطبخة بتاعت الغيرة. يعني نكون تحط عليها اضافات خارجية. اه غير المصلب وهكزا. يعني فيه ناس بتضيف دقيق بتضيف اه لخيطة اصناع الام دي اف وهكزا. وآه فيه ناس بتضيف دي برضو فيه كابسل قبل كاش وكلام ده كله. فآآ على حسب اه المواصفة اللي انت بتنتجها او الخشب اللي انت عاوز تنتجه. بيتم اه اضافة اه الاضافات الخارجية للغيرة. ويمكن توفير الغيرة لجميع انواع الاغراض. والسلام عليكم.